انطباع الأولاني عن هذه الوزارة يعني قولي كده انطباع سريع بعنوان سريع هو الحقيقة طبعاً وزارة اخترناها في مدة شهر فأكيد تم دراسة ملفاتها وتم فيها التشاور اتنين وزارة تم فيها دمج مجموعة من الوظائف ومجموعة من الوزارات على أساس أن نكون نطلب قومي أن تتخفض عدد الوزارات إلى 19 أو إلى 24 وزارة فاستطعنا نحل مشكلة الأولى الحاجة التالتة الحقيقة اللي هو ملفات الوزارة في وضوء التكليف كانت ملفات تمس حالة المواطن المصري ربما يكون التلات حالات دولار بنإضافة إلى الملفات القومية أو الأمن القوم وغيره ده حاجة لكن هو تلات ملفات دولار اللي نقدر نقول انطباعنا عليها وبالتالي نتوقع خلال الفترة القادمة أن عيوننا عليها عشان نشوف مشاكل المواطنين هتحدث زي طيب تعالى نتكلم بشكل علمي ونبدأ نحط خطوط مهمة جدا احنا عارفين أنه هذه الوزارة جايف توقيت صعب جدا وتحديات صعبة جدا الشغل فيها صعب يعني فخينا نقول ما هي كمان التحديات الاقتصادية اللي بتواجه هذه شوفوا حضرتك اقتصاد مصر مشخص لكل ناس تمام يعني القضايا الاقتصادية في مصر مش محتاجة بحث صح احنا عندنا نتيجة الاشتراكية ونتيجة اللي 40 سنة اللي فاتوا عندنا مجموعة من الأزمات اي او اول مجموعة من المشكلات اول حاجة الهيكلة الاقتصاد الوطني هيكله مش متوازن وبالتالي مؤدي الى عجز ومؤدي الى مشاكل اللقطة التانية ان الاقتصاد الوطني يعتمد على الوردات بشكل كتير جدا وده ما يعتمد على الوردات بشكل كتير جدا فالمواطن بتاعنا حس بالأزمة العالمية اكتر من الناس التانيين ليه لان 80% من المصريين دو كل سبتة صح والأسعار ارتفعت في اوروبا تضخم صح والوجيسيات ارتفعت تضخم وكمان الطلب وعداد السكان والعميل في الناس اللي من بره جوم هنا راح كتفت مواطن هنا ايه حس بالأسعار كتيرة اي اتفعت من الأزمة العالمية غير المنطقة كلها هو وقف على صفحة سياحة النقطة التالتة كمان ان الأزمات العالمية اثرت على موارد الدولة الأسية السياحة بتحولية المصري في الخارج قناة السويس قناة السويس فبالتالي موارد الدولة الخفر قناة السويس عندها مشكلتين الأزمة العالمية واللي بيحصل في فلسطين نتيجة الأزمة يعني يعني بتعاني من كل عندنا احنا الحقيقة انطلقنا من 16 لحد 20 انطلق قويسي جدا وحققنا معدل نمو تجاوز الخمسة في المية لكن من 19 او بداية 20 لحد النهاردة الأزمات العالمية حدث هناك تأثير على الاقتصاد الوطن صح ليه بقى لأن كان الاقتصاد الوطن ادام معتمد على الآخر او معتمد على الآخرين فيبقى هنا بتأثر اكتر عشان كده تأتي القضايا الاساسية ازاي نحلها ازاي نتكلم بقى الأزمات العالمية اثرت على وردات الدولة ارادات الدولة اثرت على اسعار الراحل للمواطن اثرت على الانتاج وحركة الانتاج داخل التصنيع عشان كده ما نيجي نقول النهاردة المشاكل مشخصة الحكومة هتعمل ايه ايه اولوياتها عشان نقدر نشتغل